الإجابات المختصرة لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان هذا السائل يقول أنا رجل كثير أمراض القلب منها إساءة الضن بالناس والكبر وحب السمعة والشهرة أعلم أن كل هذا من الشيطان وأحاول الإبتعاد عن هذا ولكن يستدرجني الشيطان في كل مرة فما توجيهكم شيخ صالح للوقاية من هذا الله جل وعلا وجه سبحانه وتعالى بقوله وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم استعذ بالله من ذلك الأخ عبدالله يقول ما حكم التنظيم والتمطيط في تكبيرات الانتقال في الصلاة لا يطيل التكبير ولا ينظمه أيضا وإنما يكون على وفق العادة ما هو تفسير قول الله تعالى وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفُ يعني على طرف من الدين لم يتمكن من الدين وإنما هو على طرف منه فهو عرضة للزيغ والضلال والعياذ بالله نعم هذا السائل يقول حكم الاكتحال بالكحل الأسود وهل يمكن أن يقال عنه أنه سنة الاكتحال طيب هذا سنة نعم الاكتحال سنة نعم ما حكم الأذان إلى غير القبلة لا بأس بذلك لكنه يكون مخالف للسنة ما حكم تشمية العاطس أثناء الخطبة؟ لا تشمته أثناء الخطبة لأنه منهي أن الكلام والإمام يخطب ولكن إذا فرع الإمام من الخطبة فشمته نعم يسأل عن حكم لبس السلسال من الفضة للرجال لا يجوز للرجال التزين بملابس فيها ذهب أو فيها فضة نعم ولو الخاتم يا شيخ؟ الخاتم من الفضة لا بأس الرسول صلى الله عليه وسلم لبس خاتم من فضة نعم أحد الإخوة يقول زوجتي وضعت توأم ذكرين هل العقيقة لهم شاتان أم أربعة شيئة؟ أربعة شيئة كل واحد عقيقته مستقلة نعم يقوم بعض أقالب المتوفى بطباعة مصاحف صدقة عنه بعد موته السؤال يقومون في أول صفحة من المصحف بكتابة صدقة جارية عن روح فلان ابن فلان نسألكم الفاتحة والدعاء له ثم يكتبون بعض الآيات فما الحكم في ذلك؟ هذا مبتدع هذا عمل مبتدع ولا تجوز هذه الكتابة الأعمال بالنيات وليست بالكتابة نعم ما رأي فضلتكم شيخ صالح في من يصلي في البيت ويترك صلاة الجماعة بحجة التباعد ظنا منه أن الصلاة غير جائزة في مثل هذه الحالة هذا يعذر بالجهل إن كان جاهلا يعذر بالجهل أما إذا كان متعمدا فإنه لا يجوز له ذلك مفارقة الجماعة يقول أنا متزوج من ثلاثي زوجات وقد اشتركت زوجة الأولى معي في شراء الأرض وبناء المنزل وبعد ذلك تزوجت بالثاني والثالثة وزوجتي تطالبني الآن بأن أكتب البيت كله باسمها فهل أكون ظالما لباقي الأولاد والزوجات إذا كتبت البيت باسمها علما أنها أكملت البيت بعد ذلك بمالها الخاص فنصيبها في البيت أكثر من نصيبي وقد حاولت كثيرا أن تقبل مني أن أرجع ما دفعت من مبالغ وأسكن ضراتها معها كل واحدة في شقة مستقلة بحيث يسهل علي متابعة الأولاد ورعاية شؤونهم ولكنها رفضت ذلك تماما يقول أود من فضية الشيخ صالح التوجيه والنصيحة البيت ملكك تتصر فيه بما يوافق الوجه الشرعي وليس لأحد أن يعترض عليك أو يمنعك من ذلك لأنه ملكك نعم هي دفعت يا شيخ تدفع لها ما دفعت ترد عليها ما دفعت والبيت ملكك الأخ عصام مجاهد من اليمن يسأل عن حكم صلاة الاستسقاء يقول وهل فيها تكبيرات أم لا لأن البعض عندنا يكبر والبعض الآخر لا يكبر صفتها كصفت صلاة العيد كصفت صلاة العيد في موضعها وفي ما يفعل فيها مع زيادة سؤال الله بالسقية وإنزال الغيث نعم وما حكمها يا شيخ؟ سنة مؤكدة عند الحاجة نعم الأخ ياسين عبد المنع من السودان يقول هناك جماعة تشوه صورة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وتعاديه فلا أعلم لماذا وما هو الواجب علينا يا أخي عادوا الرسول صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق فكيف لا يعادون الشيخ محمد بن عبد الوهاب أو غيره من العلماء لكن الحمد لله هذا لا يضرهم وإنما يرجع بالضرر على من فعله هناك يقول ما هو الواجب علينا تجاههم؟ نصحوهم نصحوهم عن اغتياب المسلمين ولا سيما الموت ولا سيما العيمة في العلم والدعاة لله عز وجل هذا أحد الإخوة يقول كنت في صغر سني أعمل في بوفية وكنت أخذ بعض المال من دون علم صاحب العمل ولا أعلم كم أخذت والآن أشعر بالذنب ماذا أعمل أفي دون جزاكم الله خيرا قدر ما أخذت وأعطه لصاحب المال قدره تقديرا حسب ما يغلب على ظنك نعم وإذا كان صاحب المال سيغضب إذا رد المال هل يطلب منه المسامحة ولا يأخذ ماله يسكت عليه أيضا هذا سائل يقول هل يجوز أن أذكر أذكار الصلاة المفروضة بعد السنة الراتبة لا السنة ليس لها أذكار بعدها نعم أذكار الصلاة هل تقضى فيما بعد لا إذا فات وقتها فاتت أم مارية بعثت بهذا السؤال تقول أذكر الله تعالى وأسبحه وأنا منهمكة في العمل ويكون هذا الذكر دون حضور قلب فهل أؤجر على ذلك إن شاء الله لا تيأسي من رحمة الله نعم أحد الإخوة يقول أذهب إلى المسجد وأشاهد بعض الشباب يصلي بسروال قصير حد الركبة يقول ما حكم صلاة أولئك إذا كان يبدو شيء من عورته فإنه لا تصح صلاته فهليك أن تنبهه أما إذا كان مستور العورة فلا مانع منه من الأسئلة التي وصلت إلينا هذا السائل يقول أقرأ في كتاب الله تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر يقول ما المقصود باقتربت الساعة يعني قرب وقت قيام الساعة قرب وقت قيام الساعة فهذا تذكير من الله لعباده أن يخافوا من قيام الساعة لأنها لا تقوم إلا على الأشرار الأخب عبد الله من اليمن يسأل عن تخضيب الشيب بالسواد أو بالحناء بالحناء لا بعث ما بالسواد حرام قوم يصبعون بالسواد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قوم يصبعون بالسواد في آخر الزمان ذمهم الرسول صلى الله عليه وسلم وحذر منهم الأخ محمد يسأل يقول هل صحيح أن قراءة سورة الدخان ثلاث مرات ليلا قبل النوم تكشف من يكيد للإنسان الشر لا أصل لذلك وهذا مبتدع يقول عندي مبلغ من المال جمعته لكي أزوج به أحد أولادي فهل عليه زكاة؟ نعم إلى أن تنفقه ما دام لم تنفقه فتجب فيه الزكاة ذحال عليه الأول وهو في ملكك نعم أحد الإخوة أيضا يقول لدي أقارب يتبعون أو يتبعون المذهب الحنفي ويقولون في المذهب الحنفي صلاة يسمونها صلاة التسابيح أو التسبيح فهل هناك صلاة تسمى بصلاة التسابيح؟ ليس هناك صلاة تسمى صلاة التسابيح وهي مبتدعة ولا أظن المذهب الحنفي يتبنى نعم إحدى الأخوات تقول معلشيخ صالح هل تنظيف الأولاد من حاجتهم ينقض الوضوء؟ إذا مست فرجه مباشرة انتقض وضوءها أما إذا كان من ورائي حائل فلا ينقض وضوءها يقول هل الأفضل عندما أتصدق بصدقة أن أقول اللهم اجعلها عني وعن والدي وعن المسلمين أو أقول اللهم اجعلها عني فقط لا بأس بأن تقول عنك وعن المسلمين أو عنك فقط لا بأس بذلك كله تقول إذا جلست بعد صلاة الفجر على سجادتي إلى وقت الشروق وصليت ركعتي الإشراق هل علي أن أصلي الضحى فيما بعد أم أكتفي بها الصلاة اللي سميها العامة صلاة الإشراق هي صلاة الضحى اسمها صلاة الضحى ولكن هم سمواها صلاة الإشراق وليس للإشراق صلاة تخصه نعم يقول أنا في منشأة حكومية وفيها أشياء خردة غير مهيئة للعمل عليها كحديد السيارات المتهالك وما شابه ذلك ولقد قمنا ببيع أحد هذه الأشياء الخردة للانتفاع بها لمصالحنا الشخصية فهل علينا إثم في ذلك مع العلم أن هذه الأشياء غير منتفع بها ولا يريدونها في الغالب إذا أعلمتم أنهم لا يريدونها فلا مانع من استعمالكم له وأما إذا لم تعلموا فالعصل بقاعها على ملكهم فلا بد من استعدانهم أحد الإخوة يقول يا شيخ هل يجوز أخذ المصاحف والسجاد من المساجد المهجورة ووضعها في المساجد المعمورة الجهة المختصة المسؤولة عن المساجد هي التي تتصرف في ذلك أما غير الجهة المسؤولة فلا يجوز لهم التصرف في أساث المساجد هل إذا أدرك الرجل الإمام في الركوع تحسب له ركعة أم يلزمه أن يعيد الركعة لأنه لم يقرأ الفاتحة هذه من صالح العبيدي من اليمن لا إذا أدرك الركوع فقد أدرك الركعة وليس عليه قراءة الفاتحة ترجمة نانسي قنقر